هاي هاي يا حلوين يا رب تكونوا بخير وارجعنا لكم تاني مع مرمال لافستيل النهاردة هنعمل مع بعض كيكة الحليب الساخن واحدة من احلى الكيكات اللي ممكن تعمليها في البيت بتاخذ تحضيرها بالزبط خمس دقايق ومكوناتها كلها موجودة في البيت مكونات بسيطة جدا وسهلة اوي الكيكة دي مميزة جدا ما اقولكيش قد ايه طعمها حلو اوي اوي تتاكل كده مع كوبات شاية تخط عليها شكلة سيرب وتقدميها زي ما انا عملت بس فعلا وميزة يلا بينا نبتدي الفيديو بتاعنا بس قبل ما نبتدي لو عاجبك الفيديو اوي تنسيت الشركة في القناة وتفعلك جرس عشان يوصلك كل جديد ويلا بينا نبتدي طريقة تحضير كيكة الحليب الساخن طريقة سهلة جدا ممكن تستخدمي فيها يامل السند ميكسر او الخلاط او مضرب البيت الكهربائي او مضرب السلك العادي خاص المتوفر عندك في البيت ممكن تستخدميه وهيديكي نفس النتيجة كل اللي احنا هنعمله هنجيب بولة كبيرة ونروح حاطين فيها بطين بدرجة حرارة الغرفة ونقصه كوباية سكر لو مش بتحب الحاجة تبقى مسكرة لو بتحب الكيكة تبقى مسكرة شوية خليهم تلات تربع كوباية سكر ومعلقة كبيرة فانيلي ونروح مشغالين عليهم المضرب مجرد تلات دقايق بالزبط لغاية ما لون البيت يتحول من اللون الاصفر يبقى لونه ابيض ويوصل للقوامل اللي انتو شايفينه ده بالزبط هنروح جايبين ربع كوباية زيت الزيت بتاعك يبقى الزيت حلو وطعم يبقى كويس ونروح نشغل عليهم برضو مضرب البيت مجرد دقتين لغاية ما نوصل للقوامل اللي انتو شايفينه ده بالزبط واللون البيت مع الخليط يبقى لونه مبيض في الوقت ده هنروح جايبين كوباية دي كوباية دي متعدد الاستخدامات وندخله حلو قوي ونروح حاطين عليها معلقة بيكن بودر ورشة ملع كل المكونات دي هسيبها لك في صندوق الوصف ونقلب الديف الخليط بتاعنا حلو جدا هتحس ان الخليط تقيل شوية هيخف لما نزود عليه الحليب هنجيب نص كوب حليب ونضيف عليه معلقة كبيرة زبدة ونحطوهم على النار ولما يوصل لدرجة الغليان هنروح وقدانهم ونحطوهم على الخليط الاولاني اللي هو البيض والدي ونقلبهم على طول لو تلاحظوا هتلقوا ان الخليط الكيك حفيف جدا وهو ده المطلوب لان احنا حطين عليه حليب ساخن فخليط الكيك ده بيكون خفيف جبت السنية بتاعتي كان مقاسها 9 انش او 23 سم في 13 سم غليفتها حلو جدا بالزبدة وبعد كده حطيت لها برضو ورق زبدة في النص ونزلت خليط الكيكة خليط الكيكة بتاعنا زي ما انتو شايفين شايفين سمكو ازاي لازم بيبقى سمكو خفيف كده زي ما انتم شايفين بالزبط لما حطيت الخليط في السنية خبطت على السنية 3 اربع خبطات كده علشان لو فيها اي هوا او فقات يطلع منها الفرنة بتاعتنا كانت طبعا سخنة من قبل كده على درجة حرارة مية وسبعين بنحط الكيكة في الرف الوسطاني تقريبا بتاخد في سواها خمسة واربعين ديال لما اطلعها لك هوريكي شكلها طبعا انت عارفة بتعملي ازاي تشيك على الكيكة ساعة ولا ان انت بتحطي الخلة في النص لو طلعت نضيفة معنا كده ان الكيكة بتاعتك استاوت لو طلعت فيها عجين معناها ان كنت تسيبيها شوية تاني طلعت الكيكة بتاعتي من الفرن وعملت عليها تشيك ان انا حطيت الخلة الخشف في النص تطلعت من غير اي عجينة معنا كده ان الكيكة بتاعتي مستوي حلوة او من جوة ومزبوط خدت في سواها بالزبط خمسة واربعين ديال الكيكة لما تحطيها في الفرن هو تفتحي عليها باب الفرن قبل تلاتين ديال بعد تلاتين ديال ممكن تفتحي عليها الباب وتأملي عليها تشيك ان كانت استاوت ولا لا كيكة بتاعتنا دي مزبوطة جدا طعمها روعة بمعنى كلمة روعة المقادير بتاعتها كلها موجودة في البيت كيكة صغيرة مجرد بطين وكوبايت دي عاملت الكيكة اللي انتوا شايفينها كده تتاكل مع كوبايت شاي تتاكل فطار تتاكل ان كنت تعمليها سناكس للاولادك ممكن تحطي عليها كمان شوكرة سيراب زي ما انا عملت تزينيها بحبة فراولة فعلا طعمها مميز جدا سهلة قوي ما خدتش وقت في تحضيرها جربيها واتمنى ان الفيديو يعجبك ولو عجبك ايه ويتنسي تشترك في القناة واتفعلك جرس عشان يوصلك كل جديد اشوفيك مرة تانية محاجة جديدة ويلا باي باي